ليه دايماً لما بنذكر المعركة الصينية أو المزرعة الصينية دايماً بنقول إنها واحدة من أشرص وأهم المعارك في حرب أكتب؟ بص حضرتك أنا عايز أقول في البداية أننا لازم نشوف هي كانت أشرص أشرص المعارك ولأن خسائر العدو كانت فيها مش طبيعية خسائر العدو الإسرائيلي فيها ما كانتش صار طبيعية بس أنا عايز أقول أوضح نقطة قبل المدخل في المعركة بسرعة جداً أنا عايز أقول إن صارات أكتوبر ديت هي درة التاريخ الحديث المصري كانت جميع المحللين استراتيجيين في العالم على اختلاف آراءهم شهدوا ببراعة التخطيط وبراعة التنفيذ في حرب أكتوبر الفترة بتاعة المزرعة السينية المعركة بتاعة المزرعة السينية سبقها أحداث مهمة جداً 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 خلت العدو يبص للمزرعة السينية ولكنه فشل أخبرها داك إزاي الجيش المصري كان بعد خمس أكتوبر كان بدأ يعبر القناة ويعمل رؤوس كباري رؤوس كباري ديت اللي هو الخطوط اللي هو بيقف عليها ويبتدي يعزز الدفاعات بتاعته العدو في الوقت دوت عمل هجمات مضادة عشان يستعيد الأوضاع لأن طبعاً قدرته والردع الاستراتيجي والجيش اللي يقر كل الكلام ده سقط بقبور القوات بتاعتنا لقناة السويس فعمل هجمات مضادة على جميع على في اتجاه الجيش التاني والجيش التالت فشلت هذه الهجمات كان لازم يرجع تاني ويقول طب أنا عايز أحرك أحرك الموقف أحرك الموقف أرجع حاجة كده عشان الناس في إسرائيل يبتدوا يعني يرجعوا ثقاتهم في الجيش اللي يقر ده فبدأوا التوقيت ده برضو خبالك فيه نقطة هم جداً جداً 13 و14 كان بدأت القوات الأمريكية تعمل جسر جوي لدعم القوات الإسرائيلية كان القوات الإسرائيلية على وشك الانهيار جلد مقير بدأت تعيط تعيط تبكي في التليفون لكيسنجر وبتقول له إسرائيل بتنهار إسرائيل إنقذوا إسرائيل بدأت الجسر الجوي يشتغل بدأت الدبابات والطيارات أمدوا إسرائيل بـ 28 ألف طن زخير ومعدات أمدوا إسرائيل بـ 100 طيارة فانتم أمدوا إسرائيل بعدد دبابات M62 بدأت الطائرات الإسرائيلية تعمل استطلاع لإقاط القناة لقيت إن فيه فاصل ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث فقال له إسرائيل أخدت وقت ده قرار إن هي تنفذ عملية الغزالة والعبور غرب القناة وتبتدي تحوط الجيش الثاني والجيش الثالث الصغرة دي بستعاف الصغرة من خلف طب ما هو العائق أمام هذه الصغرة الكتيبة 16 بتاعة الله أرحمه المشهير محمد حسين تنطوي اللي كانت في منطقة الدفرسوار فقال لك إحنا لازم دي الأول نبتدي نزيح الكتيبة دي فبدأ شارون فيه الفرقة بتاعة شارون اللي هي 143 وفرقة أدان اللي هي 162 بدأوا يدخلوا أدان ده كان موجود في الساحة على الطريق الساحلي فوق بدأ ينزل تحت على الطريق الأوسط وشارون موجود على الأوسط فاتفقوا أنه هم أو الخطة كان بتقول أن أدان يخش بالفرقة يوسع الصغرة يمين وشمال عشان شارون يخش من النص ويخترق ويخترق القناة ويعمل الراس كبري ويعدي يطوق الجيش الثاني والثالث المشكلة هنا برضو مازالت فيه كاف 16 مجاة بتاعة المشير محمد حسين تلطور ترجمة نانسي قنقر